أمامكم مجموع ريمن معين وأنتم تأخذون نهايته عندما يقترب N من المال نهاية الهدف من هذا الفيديو هو أن تتعلموا كيفية التعبير عن نهاية مجموع ريمن في صورة تكامل محدود حسناً دعونا نستذكر سريعاً العلاقة بين التكامل المحدود ومجموع ريمن تعلمتم سابقاً أن التكامل المحدود من A إلى B لF لX DX يساوي النهاية عندما يقترب N من المال نهاية للمجموع من I يساوي 1 إلى N بعبارة أخرى عليكم إيجاد مجموع مساحة عدة مستطيلات حيث يكون عرض كل مستطيل منها هو دلتا X والذي يمثل طول الفترة الجزئية الواحدة وارتفاع كل منها هو قيمة الدالة عند قيمة ما لX داخل تلك الفترة الجزئية فإذا كنتم تستخدمون مجموع ريمن يميني تأخذون قيمة X التي تمثل نقطة النهاية اليمنى للفترة وإذا كنتم تستخدمون مجموع ريمن يساري تأخذون نقطة النهاية اليسرى للفترة كما يمكنكم استخدام نقطة منتصف في هذه الفترة بعبارة أخرى تبدأون بالحد الأدنى A وتضيفون إليه عرض جميع المستطيلات وذلك حسب ما يشير إليه مؤشر المجموع فإذا كان I يساوي 1 تضيفون 1 دلتا X وبذلك تكونون عند المستطيل الأول لكن إذا أردتم مجموع أول مستطيلين حيث I يساوي 2 تكتبون 2 دلتا X وهكذا إذن زائد دلتا X ضرب I وهذه هي الصيغة العامة التي تربط التكامل المحدود بمجموع ريمن والآن قارنوا المجموع الذي لديكم يسار الشاشة مع الصيغة العامة التي كتبناها يمين الشاشة لاحظوا أن الدالة التي تعبر عن المجموع هي دالة اللوغريتم الطبيعي LN لهذا التعبير إذن F لX يساوي اللوغريتم الطبيعي لX تلاحظون أيضا أن A يساوي 2 أما دلتا X فهو هذا الكسر الذي تضربونه في التعبير داخل اللوغريتم وهو غير مضروب في I لذلك دلتا X يساوي 5 على N ودلتا X ضرب I هو هذا الكسر 5I على N بناء على ما سبق يمكنكم كتابة النهاية في الصورة التالية التكامل المحدود من الحد الأدنى وهو 2 إلى الحد الأعلى وهو مجهول عرفتم أيضا أن F لX هو اللوغريتم الطبيعي لX ثم DX حتى تتمكنوا من كتابة التكامل كاملا عليكم إيجاد الحد الأعلى له ويمكنكم إيجاده باستخدام دلتا X فلإيجاد دلتا X أي عرض كل مستطيل تجدون الفرق بين الحدين الأعلى والأدنى ثم تقسمون الناتج على عدد الفترات أو المستطيلات لديكم أي B ناقص A على N طبقوا ذلك على التكامل الذي لديكم لإيجاد حده الأعلى وجدتم أن دلتا X يساوي 5 على N ويساوي B ناقص A وهو 2 على N B ناقص 2 يساوي 5 وعليه B يساوي 7 وهو الحد الأعلى للتكامل وبهذا تمكنتم من التعبير عن نهاية مجموع ري من هذا في صورة التكامل محدود دعونا نمثل هذا التكامل بيانيا لنتمكن من فهمه بشكل أوضح هذا محور Y وهذا محور X ومنحنا دالة اللغريتم الطبيعي يبدو بهذا الشكل تقريبا هنا واحد وحدود التكامل هي من 2 إلى 7 وعليه التكامل المحدود الذي لديكم يمثل المساحة تحت المنحنة من 2 إلى 7 وجدتم أن عرض كل مستطيل هو 5 على N لذلك عرض المستطيل الأول هو 5 على N وكما تلاحظون ارتفاع المستطيل هو عبارة عن مجموع ريم يميني أي أن عليكم استخدام قيمة الدالة عند نقطة النهاية أن يمنى للفترة الأولى لإيجاد ارتفاع المستطيل وبذلك تجدون أن الارتفاع يساوي اللغريتم الطبيعي لـ 2 زائد 5 على N ضرب 1 لأن هذا هو المستطيل الأول بناء على ذلك عرض المستطيل الثاني هو نفسه 5 على N لكن ارتفاعه هو اللغريتم الطبيعي لـ 2 زائد 5 على N ضرب 2 لأنكم عند I يساوي 2 وهنا عند I يساوي 1 فكما قلنا I يمثل عدد المستطيلات ولإيجاد مساحة كل مستطيل تضربون عرضه في ارتفاعه مثلاً مساحة المستطيل الأول هي اللغريتم الطبيعي لـ 2 زائد 5 على N ضرب 1 ضرب 5 على N وهكذا بالنسبة إلى باقي المستطيلات وتذكروا أنكم تأخذون نهاية مجموع المساحات عندما يقترب N من المال نهاية وهذا ما سيعطيكم أفضل تقريب للمساحة تحت المنحنة